بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله طيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد عجل فرجهم حديثنا في هذا اليوم في المسألة 271 من مسائل غسل الأموات من كتاب الطهارة من كتاب منهاج الصالحين الجزء الأول لسماحة السيد السيستاني مدى ظله الوارف قال حفظه الله في هذه المسألة إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل أو في أثنائه بنجاسة خارجية أو منه وأمكن تطهيره بلا مشقة ولا هتك وجب ذلك وإن كان ذلك بعد وضعه في القابر على الأحوط لزوما سماحة السيد مدى ظله يتحدث هنا في هذه المسألة عن قضية ابتلائية تحصل في كثير من الحالات وهي أنه إذا تنجس بدن الميت بعد انتهاء من تغسيله أو حتى كان التنجس بعد في أثناء تغسيله فحينئذ ما هو الحكم يقول لابد من تطهير بدن الميت مع الإمكان إذا لم يلزم من ذلك هتك وتوهين على الميت ولم يكن هناك مشقة وحرج في تطهيره فلابد من القيام بتطهير موضع النجاسة وحينئذ سواء كانت هذه النجاسة نجاسة خارجية لنفترض الشخص الذي يقوم بتغسيل الميت كان عنده جرح مثلا وخرج منه دم فمس الميت وانتقل هذا الدم إلى بدن الميت حينئذ لا بد من تطهير موضع النجاسة أو كانت النجاسة من نفس الميت قد خرجت نتيجة مثلا جروح في نفس الميت وكانت هذه الجروح تشخب دما أو أنه يخرج منها دم أو قيح مصحوب بالدم أو أنه يخرج منه باول أو منيكة ما سيأتي هذه النجاسات التي تخرج من الميت فحينئذ لا بد من تطهير الموضع المتنجس وإن كان ذلك بعد الانتهاء من الغسل وبعد وضعه في القابر هناك يبدو من بعض الفقهاء أنه حينئذ لا يجب التطهير ولكن سماحة السيد مدظل هنا يحتاط احتياطاً وجوبياً لزومياً في تطهيره حتى بعد وضعه في القابر ما لم يدفن إذا تأتيت